بعد 1900 عام على بنائه للحؤول دون غزو جحافل البرادرة يواجه سور هيدريان في شمال إنجلترا عدوا جديدا هو التغير المناخي الذي يهدد هذا الكنز الأثري العائد إلى العصر الروماني كان ألاف الجنود يعيشون مع عائلاتهم على طول هذا السور الحجري البالغ 118 كيلومترا ويجتاز إنجلترا ممتدا من ساحلها الغربي إلى ساحلها الشرقي وكان هذا الجدار بمثابة حدود الإمبراطورية الرومانية وهو يشكل راهنا أكبر كتلة أثرية من الحقبة الرومانية في بريطانيا وظهرت في محيط السور على مر السنين منشآت حجرية وخشبية وأحذية وملابس جلدية وأدوات وأسلحة وحتى مخطوطات على ألواح خشبية مما يوفر فهما أفضل لنوعية الحياة في الحقبة الرومانية ومن بين هذه الأثار قلعة فندولندا الواقعة على بعد نحو 53 كيلومترا غرب ما كان مستوطنة بونز إليوس الرومانية التي أصبحت اليوم مدينة نيوكاسل إلا أن هذه المنظومة البيئية تتأثر اليوم بالاحترار المناخي فتأثير الاحترار على التربة أسرع منه على الجو وبالتالي تتحول الأرض من رطبة إلى صلبة فيتسرب الأكسجين إلى بطنها من خلال الشقوق وجدار هيدريان هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987 ويشكل وجهة مرغوبة لدى المهتمين بالمعالم الأثرية وستقام أنشطة على مدار السنة بمناسبة مرور 1900 عام على بدء بناء الجدار ترجمة نانسي قنقر